ودي الاستراتيجية الدفع بالصغار مع الكبار وقت الجد بيجي الكبار يشيلوا في المباريات المهمة عشان نعدي هناك وجه الزجاجة وبعد كده الكل بيرجع يشارك النهاردة منتظر النهاردة من كابتن محمد مصير الحميد وانه يشارك الصغار ايضا ويشارك الجميع الحقيقة هو بيعمل روتيشن كامل لان عندنا الدوري السنة دي دوري صعب يعني عندنا المجموعة دلوقتي احنا ستة في المجموعة المجموعة هنستعرضها مع طبعا ضيوفي في الستوديو التحليل اللي هنواروني بعد الفاصل هنستعرض المجموعة والفرق اللي معنا هنطلع مع ثلاث فرق هيجونا من المجميع الاخرى هنلعبهم ايضا رايح جاي في الدور التاني وبعد كده هنترتب من واحد لتمانية وبعد كده هنلعب بلاي اوف وبعد كده هنلعب سيمي فاينل وبعد كده هنلعب فاينل يعني دوري طويل مسم طويل وكاس نفس الكلام هيكون في اشتراكات هيتخللها طبعا بطولة افريقيا وبطولة عربية ده في حالة انها لعبت يعني ما تمش الغاءها زي كرة اليد لان طبعا تعرفين حتى كرة اليد لغت بطولة امم افريقيا بدون ابدأ اسباب يعني طبعا ولكن وارد جدا بطولة تلغي بس احنا المضمنينه الدوري والكاس اه انما في اليد طبعا اجل مسمى ما نعرفش طبعا ممكن يحصل ايا ولكن احنا على الال في مصر ضمنين للفرق اللي بتلعب دي بطولتين الدوري والكاس جلنا بطولة عربية اهلا وسهلا جلنا بطولة افريقيا اهلا وسهلا احنا ان شاء الله ادها بازن الله وغالبا يعني كمان البطولة عربية تبقى في شهر اتنين في تونس هو ده الكلام والاغلب والارجح هتتلاقب احنا السبدي احنا فين وفبراير فين بس هي تحددت من دلوقتي انها في فبراير هلها تتلاقب الله اعلم موعيد بتتحط استمت الطايم او بتتحط موعيد مبدئية ولكن في الاخر بتيجي قبل البطولة بوقت قياسي او وقت دي بتيجي تحدد الزكاة هي يعني هتتكمل ولا لا او خلينا نشوف ان شاء الله اللي جاي ايه باذن الله لكن الفرقة مركزة دلوقتي في بدولة الدوري والدور الترتيب نطلع ان شاء الله اول المجموع ده هيريحنا جدا في اللقاءات الجاي اللي هيكون ان شاء الله غالبا هينضم لنا طلاع الجيش في المجموع او الدور اللي بعد كده هتبقى فرقة محترمة طبعا وطبعا اكيد هيبقى مباراة قوية طيب خلينا نطلع لفاصل عزيزي المشاهدين عشان نستقبل ضيوفي ضيوف الاستيديو التحليلي عشان نتناول مباراة الاهل والظهور زي ما قلتنا حضركم في الجولة السبعة هنتناولها تحليليا وفنيا من كل الجوانب مع ضيوفي كابتن كريم جمعة نكمل هذه الاهل السابق وكابتن ناشئة طلعت ولكن بعد الفاصل